موسيقى المقر ده قبل ما يسافروا باسبوع والحقيقة قالوا لي احنا نتوقع نحصل على المركز الثالث واذا وفقنا وقدينا اداء كويس احنا نحصل على المركز الثاني اما الفوز بالمركز الاول ده موضوع صعب لكن الحقيقة انا يعني سعيد جدا ان هم كانوا مقدرين تقديرات لكن الولاد بزلت اقصى مجهود وقدرت تجيب اربعة واربعين ماداليا وكانت يعني جنوب افريقيا في المركز الثاني على طول واحد واربعين ماداليا لكن رغم ان جنوب افريقيا جابت 93 ماداليا واحنا جبنا 89 وده يوري شكل المنافسة كانت قويقة ده سمعنا كلنا واتنقلت لنا من خلال الصحافة والاعلام وكالات الانباء الاقامة كانت صعبة جدا في بوتسوانا لكن الحقيقة البعثة المصرية برئاسة الاستاذ جاسر رياضنا برئيس تحاد السلة والاستاذ محمد هرون والعلي بي حسب الله رئيس تحاد ريشة الطيرة الحقيقة بازل ومجهود ومهنس علاء جابر كمان كان موجود معهم كلهم الحقيقة قدوا اداء رائع جدا وقدروا يحفزوا الولاد لغاية ما رجعونا بالمدليات دي وبالمركز الاول ودي حاجة بنشكرهم عليها فيها نبدأ فورا لاستعداد لدورة نانجينج في الصين احنا عندنا دفع قوية الوسط الرياضي الحمد لله المناخ الرياضي مستقر على بداية عهد جديد رئاسي ان شاء الله نتطلع فيه الى مزيد من التقدم لشعب مصر كله في جميع المجالات واولها مجال الرياضة فالحقيقة انا استأذنت المستشار خالد زين ان احنا نعقد جلسة في اجتماع اللجنة المحدد ليه من فترة الحقيقة لكن قلت يعني نحضر ونشوف طلبات الاتحادات المصرية ايه عشان دورة نانجينج ان شاء الله الحكومة المصرية لن تتدخل في عمل الاتحادات الا في جانب المالي والاداري وثم نشرف بعد كده على الجانب القانوني في طريقة صرف الاموال اما اننا نتدخل في التفاصيل دي حاجة مش تبعنا ده اتحاد كرة قدم منتخب من جماعة عموية وفي لجنة اندية منتخبة ايضا من الاندية واذا كان هناك صراع بين الاندية او الاتحاد ده شأن داخلي لهم ولهم كل مطلخ الحرية في انهم يتصرفوا بالشكل اللي هم شايفين ولا يتصل لنا تدخل عكومة السؤال اللي بيتقال طب وليه المهندس خالد دخل لما كان في موضوع لجنة الباس لذا كان طلب من الحكومة المصرية وتقدمت السيدة الوزيرة بان هناك مشكلة في الباس التلفزيوني وان هي كانت طرف في الموضوع وحكومة المصرية كانت تفترف في التعاقد مع الاتحاد المصري كرة القدم في موضوع الباس التلفزيوني يعني في هناك عقد ما بين الحكومة المصرية وما بين اتحاد كرة القدم بخصوص الباس التلفزيوني فطلب مني على مائدة مجلس وزراء التدخل لحل هذه المشكلة التي بين الحكومة المصرية وبين الاتحاد اما في هذه الحالة لم يطلبني احد للتدخل ولم يحد يقدم لي شكوى ولم يطلب مني اي حاجة والتحاد من الحكومة المصرية ولأ ولقينا في الفترة التلاتة والحياة ان الدنيا متميزة جدا. الناس تقول لك طب ده استقواء وهما جايين يفتشوا على تدخل. يا جماعة لازم نعرف حاجة واحدة. الاتحاد المصري لكرة القدم هو فرع من الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا فرع من فروعه. يعني هو ده العلاقة بينهم. المهندس محمود طاهر آآ من شهرين بالزبط حظى بتأييد الجمعية العمومية للنادي الأهلي. والمستشار مرتضى منصور من خلال شهرين بالزبطين كيف نفس اليوم حظى بالشعبية آآ آآ رأي الجمعية عمومية في نادي الزمالك. والمستشار مرتضى والمهندس محمود هما الان على رأس اكبر ناديين في آآ شرق الاوسط كله النادي الأهلي ونادي الزمالك. وانا اعتقد انا كل واحد من المستشار مرتضى او المهندس محمود طهر يقدر المسئولية الوطنية اللي واقع على العطيقه خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ شعب مصر كله ان شاء الله. هناك جلسة قريبة براية حضرك الانهاء كل هذه الامور. لسه لم يحدد اي حاجة بامانة لانك كنت في اجتماع مجلس وزراء اتعاشى من الامور هتتحسن باذن الله قريبا ان شاء الله. اهم حاجة انك في الوقت اللي تعوده تقضي دورك على اكمل ما تقدر وعلى اخوة ما تقدر. وانا هتخبل كل حاجة زي ما انا جيت مكان حد ممكن حد يجي مكاني والشعب المصري ملان بكفاءات واي موقع ان نستطيع ان نخدم فيه شعب مصر حتى لو كان الموقع ده هو المنزل يعني.